ده النادي الاهلي فريق بيقدم اداء تعبان ولعبته بتحنكش في الملعب وفايز بصعوبة وبهدف في اخر لحظة في قولة مبارياته وشكله كده هيخرج من البطولة وده سانداونز فريق بيقدم اداء جبار وبيلعب كرة اوروبية وبمنتهى الجماعية وما بيكسبش اقل من 3 اربعة ويفوز بالبطولة بعض الناس لو جيت تسألهم هيقولك دي بطولة سانداونز الفريق الافضل والفريق اللي كسب شبابه لازداده اربعة والفريق اللي كسب النادي الاهلي خمسة ولكن بعض الناس دول نسيوا حاجة مهمة قوي نسيوا اول كلمة اتقلت في الفيديو ده النادي الاهلي ومع الاهلي لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الاخير في يوم 18 اتنين من الموسم الحالي بيفتتح النادي الاهلي مباراته الاولى في دور المجموعات في دورة ابطال افريقيا بخسارة قاسية من نادي الهلال السوداني وبنلاقي بعدها تحفيل غير مبرر من الجمهور السوداني وكأنهم فازوا بالبطولة على حساب الاهلي مش مجرد مباراة ولانها البداية الاسوأ للنادي الاهلي بيدخل المباراة اللي بعدها امام سانداونز وبيتعادل هنا وبيخسر هناك خمسة اتنين فبيتأزم الموقف تماماً وبنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة الاهلي خارج البطولة ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيشاء انه يدينا فرصة تانية ولان الكرة احياناً تعطيك فرصة للعودة ولان الاهلي دائماً بينفجر من بعد الديها تسعين وفي الوقت الصعبة ولان الاهلي الفريل اكبر في القرى وعنده تاريخ وعنده شخصية وعنده لاعب اسمه كهربا بيلاعب القطن هناك وبيدوله اربعة بهترك كهربا اللي وقتها ما كانتش ماشي معاه ولكن فعلاً كان مركز وكان بياخد قرارات صح يعني هنا ده الهدف التالت وهو بدأ المطش وجايب جنين وبالتالي لا هيقدر يرقص ولا هيقدر يطول الكرة ويجري فالقرار الانسب انه يركنها من لمسة واحدة حتى بص بعد ما لمسها على طول المدافع دخل فيه ازاي فكويس اصلاً انه لحق يركنها وبيتفوق الاهلي بربعية بهترك لكهربا وبتنين اسست البرس تاو وهدف وحتى الهدف كهربا كان لزقله فيه وفتحله وتاو رفع عينه وشافه وراح قاله فكك مني وبعدها بنقابل مين الهلال اللي كسب بكرة صدفة لو تشاط التاني مئة مرة على الشناوي مش هتدخل ولان الاهلي ما بيسبش حقه ولان الاهلي عنده تاريخ وعنده شخصية وعنده لاعب اسمه كهربا وهنفتح القص ونزود جنبه الشحات بيعلم على الهلال بهدف عالمي لكهربا المفروض ياخد جايزة بوشكش وبهدفين من الاهداف الطبيعية والمعتادة لحسن الشحات وبيصعد الاهلي للضر ربع النهائي وبنقابل فريق الرجاء في مباراة شهد التقلق كبير لمحمد الشناوي اللي قدر يحافظ على النتيجة ثم تقلق محمد عبد المنعم اللي قدر يفتدح التسجيل ثم كالعادة بيرسي تاو واخيرا حمدي فتح عشان نتأهل بعدها للدور نص النهائي وبتحصل حاجة غريبة جدا وهي ان نبيل معلول مدرب التراجي بيصرح ان هو بيتمنى مواجهة الاهلي وان مواجهة الاهلي هتبقى اسهل من مواجهة اي فريق تاني وفعلا ربنا بيسمع منه والاهلي بيقابل التراجي ولان الاهلي ما بيسبش حقه ولان الاهلي عنده تاريخ وعنده شخصية وعنده لاعب اسمه كهربا وهنفتح القوس ونزوج جنبه الشحات وكمان بيرسي تاو الاهلي بيكسب التراجي في رادس 3-0 وفي القاهرة 1-0 وبيرحل نبيل معلول عن تدريب التراجي عشان نبقى وصلنا للنقطة الاهم والابرز في مشوار البطولة النهائي امام الوداد الفريق اللي لسه واخد منك النهائي واللي واخد منك بطلتين من اصل 3 بطولات عنده بالاضافة كمان ان سيفن فندنبروك مدربهم زود الطين بلة ببعض التصريحات المثيرة للجدل ولان الاهلي ما بيسبش حقه ولان الاهلي عنده تاريخ وعنده شخصية وعنده حارس واعد اسمه مصطفى احمد عبدالعزيز شوبير بيتقلق تقلق كبير جدا وبيحافظ عن نتيجة وبيقدر الاهلي يفوز بهدفين لتاو وكهربا ثم في الاياب محمد عبدالمنعم عشان يفوز الاهلي بالبطولة الحادية عشر في تاريخه واجمل حاجة في البطولة ان اه كان نجومها 3 ا4 لعيبة كلنا متفقين عليهم ولكن كل اللعيبة شركت فيها طاهر كان متقالق في بدايتها وصنع 3 اهداف في 3 ماتشاط متتالية وعبدالقادر سجل وصنع وافشة ساهم وصنع وكل اللعيبة تقريبا شركت بس طبعا اللي ظهروا بشكل مميز قوي كانوا كام لاعب كلنا عارفينهم ولكن بقى لو هختار الافضل من وجهة نظر الشخصية المتوضعة وبناء على اني بقالي فترة بحضر للحلقة ورجعت البطولة كلها من اول وجديد فالافضل في البطولة يتقاسمها محمد عبدالمنعم وبرسي تاو اللي من خلال مراجعتي مرة تانية للبطولة اقدر اقولك انه كان سبب من اهم اسباب فوز كهربا بالهداف وكان سبب من اهم اسباب تقالق حسين الشحات وكمان كان سبب من اهم اسباب فوزنا باللقب بمساهماته على مستوى الارقام اللي وصلت لعشر اهداف وكمان لمستوى واداءه والخطورة اللي كان بيسببها وتحويله لكور صعبة وفي مساحات ديقة لفرص تهديف حقيقية ولكن ما تسجلتش يعني تخيل الراجل ده عدى الكورة من بين الاربعة دول للرجل ده لعيب كبير حتى في شخصيته وسقطه في نفسه يعني بص بعد الاسست المميز ده شوف ازاي هادي مع ان اي لعب تاني لو عمل اسست زي ده ممكن وهو بيحتفل يعور نفسه ولكن بالنسباله شيء عادي وطبيعي ومش حاسس انه عمل حاجة صعبة ما تنساش انت بقى تقول لي رأيك في مين اميز اللعيبة في البطولة ومين اللاعب اللي بتشوفه الافضل من وجهة نظرك وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفرع على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب ومبروك الحداشر